بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وبنات الطلاب في درسنا لهذا اليوم نتحدث فيه بإذن الله أنا وأنتم ونتعرف على عناصر الخريطة العنوان والمقياس وننتقل بعد ذلك إلى الدرس الثلاثون أيضا من عناصر الخريطة المفتاح والإطار أبنائي وبنات الطلاب في هذا الدرس نتعرف أنا وأنتم على عنوان الخريطة ومقياس الرسم في الدرس السابق أبنائي تعرفنا على الخريطة وتعريف الخريطة بعد ذلك تعرفت أنا وأنتم كيف تطور هذا العلم ومن ثم ماذا فعل المسلمون في علم الخرائط إلى أن وصلنا أنا وأنتم وتعرفنا على فوائد الخريطة التي تعد فوائد كثيرة تستفيد منها أو يستفيد منها الإنسان في هذا الدرس أنا وأنتم الدرس التاسع والعشرون وهو من عناصر الخريطة ألا وهو العنوان ومقياس الرسم إذن أنا وأنتم في هذا الدرس نتعرف على العنوان أو عنوان الخريطة ومقياس الرسم أبناء وبنات الطلاب عنوان الخريطة أو في كل خريطة ترسم لا بد أن ترسم بعناصر رئيسية إذا وجدت حيث إذا وجدت هذه العناصر أصبحت الخريطة كاملة بمعنى أبناء وبنات الطلاب لا يوجد إنسان بلا اسم كذلك الخريطة أبناء وبنات الطلاب لا بد أن يكون لها عنوان ولها مسمى لكي نعرف أحسنتم لكي نعرف لما هذه الخريطة رسمت وما هي الفائدة المرجوة من هذه الخريطة وهي تمثل أبناء إحدى العناصر الرئيسية في رسم الخريطة أي بمعنى أنه لا يمكن أن نرسم خريطة إلا أن يكون لها هدف ولا بد أن نعرف هذا الهدف ولا بد أن نسجل هذا العنوان أو هذا المسمى أو مسمى الخريطة على الخريطة التي نفسها لكي نعرف الهدف من رسم ذلك وأولى هذه العناصر المهمة كما ذكرت لكم هو عنوان الخريطة أو ما يسمى باسم الخريطة يعد لها اسما يميزها عن غيرها ويسهل على القارئ معرفة الهدف أبناء وبناء الطلاب من خلال ما قرأناه وما شاهدناه من خرائط بمجرد أن نرى أو نعرف أن مسمى هذه الخريطة فلنفترض أن مسمىها خريطة مدينة الرياض فنعرف أن هذه الخريطة لمدينة الرياض لمنطقة عسير نعرف أن بمعنى أنهم بمجرد أن نقرأ هذه العنوان نعرف أن هذه الخريطة رسمت لهدف معين لإبراز مدينة الرياض لإبراز منطقة عسير بمحافظاتها إذن عنوان الخريطة هو اسم لها يميزها عن غيرها من الخرائط حيث يسهل على القارئ معرفة الهدف الذي رسمت من أجله كما ذكرت لكم ولو وقع نظر أي مننا على خريطة بلا عنوان فأبناء وبناء الطلاب يصعب علينا الاستفادة منها أبناء أنا أشبهها فلنفترض أن هناك شخص لا نعرف اسمه أبناء وبناء الطلاب لا نستطيع أن نناديه باسمه فلابد من معرفة اسمه فلابد من معرفة عنوان الخريطة لكي نستفيد من الخريطة وكثير ما يختار اسم الخريطة أبناء وبناء الطلاب قبل رسمها بمعنى أن قبل أن نرسم أو ترسم خريطة لا بد أن نعرف الهدف من رسم هذه الخريطة الهدف من رسم الخريطة إبراز الأحياء في منطقة الرياض الهدف من هذه الخريطة إبراز أهم المناطق الزراعية في المملكة العربية السعودية فذلك نحدد هدفنا في رسم الخريطة من خلال جلب المعلومات الزراعية الخاصة بالمملكة العربية السعودية من خلال المناطق الزراعية من خلال أيضا أبناء وبناء الطلاب المنتجات الزراعية ومن خلال أهم المناطق الزراعية في المملكة العربية السعودية لكي نوضحها على هذه الخريطة إذن عنوان الخريطة أبناء وبناء الطلاب تأتي هميته لأنه ماذا؟ يميز الخريطة عن غيرها من الخرائط إذن هدفه يميز الخريطة عن غيرها من الخرائط ويسهل على القارئ ما عرفت الهدف الذي رسمت من أجله إذن الهدف من الخريطة لكي نميزها عن غيرها من خرائط وأيضا نعرف الهدف الذي رسمت من أجله الخريطة إذن هذا هو أو من هنا تأتي أهمية الخريطة هي اسم لها يميزها عن غيرها أيضا لكي نعرف الهدف الذي رسمت من أجله مقياس الرسم أبنائي وبنات الطلاب وما هو مقياس الرسم أبنائي هذا جزء صغير في الخريطة يمثل جزء كبير على الطبيعة أبنائي من المستحيل على الإنسان أن يرسم خريطة لسطح الأرض بحجمها المعتاد أو حجمها الطبيعي بأبعادها الكبيرة فماذا فعل الإنسان أو ماذا قام به؟ استخرج أو اخترع بما يسمى بمقياس الرسم حيث تمثل معالم سطح الأرض تمثل معالم سطح الأرض وظواهرها المختلفة سواء كانت طبيعية أو بشرية بأبعاد تتناسب مع أبعادها الحقيقية أبنائي من قياس الرسم هي من خلال ما تمثله إذن من خلال ما تمثله هذه الظواهر من أبعاد تتناسب مع أبعادها الحقيقية الموجودة سواء كانت ظواهر طبيعية أو بشرية وعلى سبيل المثال متر على الطبيعة أي بمعنى واحد كيلو على الطبيعة أي أن الواحد سانتي يقابله أبناء وابنات الطلاب مئة ألف سانتي متر بمعنى الكيلو يعادل مئة ألف سانتي متر ومعنى ذلك أننا يجب أن نضاعف المسافة التي نقيسها على الخريطة إلى مئة ألف مرة لكي نحصل على ماذا؟ على المسافة الحقيقية الموجودة على الطبيعة بمعنى أنه أبناء وابنات الطلاب كل واحد سانتي على الخريطة يقابله مئة ألف سانتي على الطبيعة أي بمعنى واحد كيلو على الطبيعة واحد سانتي يقابله واحد كيلو على الطبيعة أبناء وابنات الطلاب وهذا يعرف أو ما يسمى بمقياس الرسم أبناء لمعرفة البعد بين مدينتين تقاس المسافة بينهما على الخريطة بالمصطرة ثم تحول حسن مقياس الرسم الموجود لدينا في الخريطة وهو موجود دائما في الخرائط لكي نستطيع أبناء وبناء الطلاب أن نمثله أو نمثل هذا المقياس أو هذه المسافة على الخريطة نستخرجها حقيقة بما هي موجودة على الطبيعة إذن أبناء عناصر الخريطة هي كالتالي أنوان الخريطة هو ما يكتب هنا أبناء وبناء الطلاب مفتاح الخريطة مقياس الرسم أبنائي اتجاه الشمال لا بد في الخرائط لا بد أن يكون هناك اتجاه للشمال لكي نعرفه اتجاه الخريطة وإطار الخريطة إذن عنوان الخريطة مفتاح الخريطة مقياس الرسم اتجاه الشمال إطار الخريطة هذه هي العناصر ولنفترض أن هناك مسافة على الخريطة على مقياس الرسم بمقياس 5 سانتي وأن مقياس الرسم لتلك الخريطة هو واحد إلى مئة ألف خمسة سانتي إلى الصانتي الواحد يعادل مئة ألف سانتي كيف نستطيع أن نعرف المقياس الحقيقي على الطبيعة؟ ممتازين أحسنتم نضرب خمسة في مئة ألف بمعنى تكون خمسمائة ألف سانتي خمسمائة ألف سانتي وللخمسمائة ألف سانتي أحسنتم أبناء وبناء الطلاب هو الكيلومتر واحد يساوي مئة ألف والخمسمائة ألف Bonus تساوي خمسة كيلو هذا على الطبيعة أبناء وبناء الطلاب هذه هي أشكال مقييس الرسم المعتمدة في الخريط المقياس الخطي المقياس الكتابي المقياس النسبي المقياس الكسري وعادة أبناء وبناء طلاب ما نجد في الخرائط أو أكثر ما نجده هو المقياس الخطي جميعها معتمد ومعمول به أبناء وبناء طلاب ولكن ما نجده عادة هو المقياس الخطي هذه المقاييس المعتمدة على خرائط المملكة العربية السعودية وهو مقاييس ماذا؟ ممتازية هي مقاييس خطية إذن أبنائي في هذا الدرس الدرس التاسع والعشرين تعرفته أنا وأنتم على عنوان الخريطة وأهمية عنوان الخريطة أبناء وبنات الطلاب للخريطة ولكي نعرف الفائدة المرجوة من رسم هذه الخريطة ومن ثم تعرفته أنا وأنتم على مقياس الخريطة التي من خلاله نستطيع أن نعرف المسافة الموجودة على الخريطة كما هو موجود على الطبيعة أبنائي وبنات الطلاب وبعد ذلك ننتقل وتعرفته أنا وأنتم على بقية العناصر وننتقل أنا وأنتم إلى الدرس الثلاثون وهو عناصر الخريطة المفتاح والإطار واتجاه الشمال إذن في هذا الدرس أبناء وبنات الطلاب نتعرف على أيضا من عناصر الخريطة مفتاح الخريطة وهميته وإطار الخريطة أيضا أبناء وبنات الطلاب وهميته واتجاه الشمال وما أهمية وجود اتجاه الشمال في كل خريطة للاستفادة منها مفتاح الخريطة حيث تمثل ما على الخريطة أو تمثل الخريطة ما على سطح الأرض كما تعلمون من ظواهر طبيعية أو بشرية بالرموز التي تعتمدها جرت العادة على تمثيل المناطق على كالبحار والبحيرات باستخدام الألوان كما ذكرت لكم أن المسلمين سباقين في هذا المجال في تلوين الخريطة حيث أعطوا البحار والأنهار اللون الأزرق وأعطوا الجبال والمناطق البرية اللون البني هم سباقين في ذلك إذن مفتاح الخريطة هو مجموعة من المصطلحات التي تمثل الظواهر التي توضحها الخريطة ولذلك فإنه كثيرا ما يعبر عنه بإسم ماذا؟ بإسم المصطلحات أو دليل الخريطة أو مفتاح الخريطة إذن أبناء إذن يعبروا عنها مصطلحا أو يابسا أو غير ذلك بما تمثله من ألوان بحسب الارتفاع والانخفاض والأقسام القريبة من اللون الأخرى تكون عادة ممتازين سهول والمناطق المرتفعة عادة ما تكون باللون البني ودرجاته إلى أن نصل إلى مرتفعات أو ارتفاعات معينة فيختلف اللون بعد ذلك حيث ترسم الأنهار بالخطوط الزرقاء المتعرجة وترسم الطرق المعبدة بخطوط حمراء مختلفة السمك حسب أو تأتي لهمية الطرق وتحوي الخرائط إضافة إلى ما تقدم رموز ومصطلحات أخرى لكي تعبر ما لديها من معلومات بدلا أبناء وبناء الطلاب ما تكتب معلومات مثلا هذا طريق مثلا هذا طريق دولي هذا طريق فرعي بدلا أن يكتب ذلك نستعيض ونبدل ذلك برموز توضح لنا المعاني منها أو ما هو موجود على الخريطة ومن أمثلة أيضا الرموز مواقع المطارات أيضا مواقع المستشفيات والمراكز الصحية ومواقع الشرط والدفاع المدني والمدارس وغيرها أما كما تعلموا الخرائط الانتاج الزراعي والحيواني وغيرها لها دلالات ولها رموز توضحها وتبينها بشكل واضح وبسيط فنجد بعض الخرائط تستعمل السنابل أو سنابل القمح لكي ترمز لماء ممتازين لزراعة القمح أو ستستعمل بعض الحيوانات كالجمال ممتازين لأن هذه المناطق من صور انشطقتها البشرية تربيت الجمال وغيرها والمصانع بالأدخنة وغيرها من رموز تبين الأنشطة البشرية القائمة والمقامة في تلك المناطق أهمية إطار الخريطة أبنائي يعتقد البعض أن إطار الخريطة هو شيء لا فائدة بل بالعكس هو من أهم الأشياء الموجودة في الخريطة لماذا؟ لأنه يحدد امتداد الجزء الذي تمثل الخريطة على الطبيعة أيضا يحدد الأماكن المخصصة لعناصر الخريطة كالعنوان والتجاه الشمال ومفتاح الخريطة ومقياس الخريطة إذن أهمية الإطار تحديد الجزء الذي تمثل الخريطة من الطبيعة بالإضافة من خلال الإطار نستطيع أبناء وبنات الطلاب أن نحدد بقية عناصر الخريطة أيضا من خلال الإطار نستطيع أن نرسم شبكة لدرجات الطول والعرض على الخريطة أو يكتفى أبنائي كما تعلمون يكتفى برسم شرطات بسيطة توضح لنا أبنائي خطوط الطول ودوائر عرض كما أرتفع لكم أو واضحة هي أمامكم بهذا الشكل أو قد تكون بهذا الشكل متقاطعة بصورة أوضح أيضا يوضع وضعة الخريطة ضمن كتاب فأنه يسهل لنا وضع الصفحة ووضع إشارة إلى موقع ومكان الخريطة في الكتاب أهمية اتجاه الشمال أبناء وبنات الطلاب يمثل أو هو يمثل الجزء المهم في الخريطة لكي نستطيع منه أبناء وبنات الطلاب نحدد اتجاه بقية الجهات الأصلية من شمال وجنوب وشرق وغرب وهذه أبناء وبنات الطلاب رموز ومصطلحات خراعط المملكة العربية السعودية وهي ذات قياس من 1 إلى 250 ألف 250 ألف سنتيمتر على الطبيعة وكل سنتيمتر يمثله كما ذكرت لكم 250 ألف سنتيمتر وبذلك أبناء وبنات الطلاب ننهي درساً ليلة هذا اليوم شاكراً ومقدراً لكم تفاعلكم مع تمنية لكم بالتوفيق والنجاح